من هو عبدالقادر عياض؟ هو مذيع أخبار ومقدم برامج في قناة الجزيرة في قطر يشارك في تقديم برنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة عمل في الإذاعة الوطنية في الجزائر سنة 1993 ثم انتقل للعمل كمراسل في التلفزيون الجزائري بين سنتين 1995 و 1997 ثم أصبح مقدم نشرة الأخبار الرئيسية في نفس التلفزيون أي التلفزيون الجزائري بين سنتين 1997 وسنة 2000 لينتقل بعدها إلى قناة الجزيرة سنة 2001 ليعمل كمضيع ومراسل قدم العديد من البرامج على قناة الجزيرة منها برنامج عين الجزيرة وبرنامج منبر الجزيرة حاز فيلمه الوثائقي إيسا نهر النيجر على الجائزة الفضية من مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية حصل على باكالوريا في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة الجزائر هو من مواليد الثالث جنفي 1958 من بلدية الرويسات وولاية ورقلة التي تقع جنوب شرق الجزائر وقد التحق بتلفزيون الجزائري كمقدم للأخبار